السلام عليكم. أتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي أحوال جيدة وليوم جيت نشارك معكم البايلة بالطريقة ديالي وبدك شيل المتوفر عندي في البيت أو ممكن تسموها الروز بالحوت مهمة لبنت واحد الوجبة اللي كتجيزوينها بثاف بقوا معي حتى تشوفوا المقادر وطريقة التحضير وقبل ما نبدأ كما ديما منساش صلاة السلام علي حبيبنا رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهل سيدنا محمد ونبدأوا على بركتي المقونات اللي عندي عندي كالامار وعندي الأخطبط أو الأزيز وعندي شوية القروفيت عندي غير شوية ممكن تضيفه كتير أنات شي اللي بقى عندي عندي الروز غلاسي وعندي الفلافل خضراء وفلفل خضراء وفلفل حمرة وعندي تقريبا واحد البصلة كبيرة أو لجوج البصلة صغار مقطعين هاكا مشال لضين وعندي الحامض وثومة والمهمة التوابل غدين نشاركها معاكم أول حاجة يا البنات عندين هي كما قلت لكم الكالامار غسلته مزيان بعد قطعته على هات الشكل هادا دوائر هادا لتزين واللي غادي نستعمل يعني في معا الروز غادي نقطعه قطعة صغيرة وغادي ناخد هاداك الأخطبط غادي نديرو في الماء وغادي نسلقو ضروري غادي نسلقو شوية باش أنه يسهل علي باش تحيدلو ديك الجلدة ديالو كما كتشوفوا على هات الشكل هادا من بعد غادي نققيه يعني بقي سخون غادي نققيه مزيان وغادي نقطعه قطعة صغيرة واحد المقلا غادي ناخد الزيت اللي غادي نديرو يسخون شوية وبعاد غادي نضيف له البصلة اللي تقريبا كما لك لكم إلا كانت الكمية كبيرة كتير يعني عفوا كتيرة ممكن نضيفه جوج بصلات المهم غادي نضيف البصلة دابة وغادي نضيف واحد شوية ديال الملح وغا نخلي هاد بصلكتشحر شوية اه من بعد غادي نضيف اه تومة تقريبا او حجوش سوس ديال التومة محقوقي نخلط لكل مزيان حتى كتهبط لياديك البصلة شوية من بعد ما كن ما كتشوفوا البصلة ديالية تشحرت شوية دبا غادي نضيفي فلافل وغادي نبدا نخلط لكل البنات هاد البايلة غادي نضيرها في مقلة واحدة وما غادي نكتر المماء غادي نضير كل شي في مقلة واحدة يعني الطريقة ديال وقد جيزويني البنات غير تسبعوا الطريقة غادي تعجبكم وتولي معتمد عندكم ماشي غا كما كان بدون نفكره انا غا نضيروا ببايلة لا غا تولي بحال شي حاجة كنضيروها عادي يعني نسميها اه الروز بالحوت ودابا اضفت واحد المعلقة كبيرة ديال البزار البزار البنات ممكن كي اللي كي بغي يدير فيها خزو كي اللي كي بغي يدير جلبانا مهم لكم الاختيار انتو ما اضيفوا الخضار اللي انتو ما بغيتو معاها اضيفوا دك الشي اللي انتو ما بغيتو انا من بعد ما اضرت واحد المعلقة صغيرة ديال البزار اضفت شوية ديال الخرقوم ومعلقة صغيرة وشوية ديال زنجبيل او السكنجبير واحد المراس معلقة ديال البابريكا او التحمارة المهم التوابير كي يبقوا اختياري من بعدها البنات هانتو ما يعني خلطوا كل شي مزيان ومن بعدها غاد ينضيف الكالامار ودك الاختبط اللي قطعت غاد ينضيفهم يعني تهو ما يتشحروا مع هدك التوابيل ومع ذك البصلة والفلافل مهم غاد ينشحر كل شي مزيان ومن بعد ما تشحر لي هذك المكونات كلهم ده بغاد ينضيف شوية ديال الكروفيت انا البنات كماجت لكم عندي غير هات شوية اللي عندي وخليت شوية بالقشرة دياله لتزين ممكن تضيفه كتر غايكون احسن المهم كما كتعرفوا ان الكروفيت ضغيه كي طيب يعني حتى تشحر لي شوية هذك قعد ضفت الكروفيت تهو غادي تشحر شوية وصافي غادي بدا نخلط كل شي مزيان وضفت المسيار تقريبا واحد مصف حمضة ديال المسيار قطعت وقيتع هاكي هاتا ديال الضار مسايبة في الضار من بعد تهو قطعت وقيتع وضفتو تهو كي يعطي واحد من كالي زوينة وضفت واحد مصف معلقة ديال الحامض مع صورة اللي كيم معارفين ان الحامض كيتواته مع الحوز وغادي نخلط المكونات مزيان من بعد ذا بغادي نضيف واحد المعلقة ديال الصصحار او الحرور اللي كيبغي الحار ضروري يضيفها يعني كتعطي واحد المضاق زوين وكتعطي واحد المسيار زوينة وغادي نخلط المكونات مزيان من بعد صافي دابا غادي نحيد هاد الخالط هادا من بعدها البنات في نفس المقلة وبلا ما تغسلوها دابا غادي ناخذ هادك المقلة غادي ندير فيها تقريبا واحد جوز معلقة كبار ديال الزبدة وغادي نخليهم كي يدوبوا ومن بعد ما دبت لي الزبدة دابا عندي هنا يا الروز كما كتشوفوا من بعد ما غسلتهم زيان ودرتوا في واحد شبكة حتى ما بقاش فيه الماء نهائي عبرتوا دابا يعني ذلافة هادي اللي ضفت لبنات هالطريقة هادي كتخلى الروز كي يجي رائع وكي يجي في واحد المضاق زوين بزاف وكي يجي حبه حبه يعني ما كي يجيش معجن ولا متلاصق لا كي يبقى الروز كي طيب وكي يجي حبه حبه ممكن تستعملوها اللي بنات حتي لا بغي تديروه مع دجاج ولا اي 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 وصفة بغي تديروها ديالا الروز ممكن تديروها الطريقة كتجي زوينة بزاف وكتخلي كما كتلكم الروز بواحد الماضاق اللي يزوين بزاف وفي نفس الوقت ما كيتعجنش يعني كتجي كل حباب وحدها هادي هي السر ديال انا هيجي هاكا البنات كما كتشوفو يعني كيتغير اللون ديالو هاديك اللي كتشوفو معي انه مكحلين هاديك غير ذيك البصلة اللي بقى ذوك اسميتو علاج قتلكم انكم بلا ما تغسلو بلا ما تغسلو ديك المقلة يعني في هاديك التوابي اللي وقاو فيها يعني غادي شربهو مرز سوفي البنات من بعد ما كان نشوفو تغير اللون ديالو دابا غادي نحيدو غادي نضيفو فوق هاديك الخالط اللي حيت يعني هاديك المكونات الكالامار و الكروفيت و هادشي غادي نضيف هاديك الروز وغادي نخلط كل شي مزيان البعد عندي هادي المقلة هادي اللي انا دهنتها بالزبدة ممكن ما تدهنوهاش تخليوها كيك انا غير دهنتها بالزبدة من بعد البنات انا عندي الخالط شوية كتير يعني غا دروري غادي نقسم هادك الخالط على الجوج باش انها ما تجينيش يعني هاد المقلة اللي درت فيها كل شي غادي تجيني كتيرا وبقي ان الروز غادي طيب ومن بعد غايت نفخ غادي جي وقلت علش الله انا الاحسن انا نقسمهم ويلا عندكم هادك المقلات اللي كبارين ديالبايرا ممكن تستعملو تستعملوها هادي كدجي فيها رائعة انا متوفرش عندي مكينش عندي لما يما لبنات استعملت هاد المقلة هادي من بعد كما كتشوفو يعني من بعد ما ضفت الخالط كلو صيبتو هاكا قديتو عندي هنا يا الماء ديال الكروفيت اللي سلقت فيه الكروفيت هو باش يعني المارق باش اللي غادي ننضيف سا فيها لبنات غادي نبدو ننضيف هادك المارق هادك حتى حتى كيت تغطى لي هادك الروز وهذاك الروز والفلافل وذاك شي غادي بدي تغطى على الشكل هادا اشتركوا في القناة قهوات Why ما اه قديت الروز ديالي ها انتم ما كتشوفوا يعني الماضروري كي الجي من فوق هاتك الروز اه دابا غادي نبدو نزين بقطاع الفلافل فالفلا حمراء وفالفلا حضراء وغادي نبدو نزين على هات الشكل هادي نزين كيبقى اخطياري ممكين ممكن تستعمل وممكن لا ومن بعد سنبدأ نقذ هذوك الدوائر ديال الكالامار سنقذ همتهم على هذا الشكل حيث من بعد فشغية طيب فشغية طيب هذا الروز وغادي يشرب سيبقذك الشكل سيبقذك الشكل اللي أنا صايرت كما كتشوف أوهان تومي يعني من بعد أنا كنقذ في هذا الشكل كندير هذو كل هذو كل الدوائر ديال الكالامار عفوا سافي حيتهم من بعد ما ما حيت هذوك الخريط حيتهم باش نخليهم هم باش نزين مهم على هذ الشكل هذا باش يجيل ما نيضر زوين ومن بعد ضفت واحد شرائح ديال الحامض ضفتهم هكا على هذ الشكل هذا سافي البنات دابا من بعد غادي نغطيها غادي ضروري غا نغطيها بال بالورق الزبدان بعد غادي نضيف بابي ألمينيون وغادي ندخلها الفران الخاليط اللي بقى عندي كما كتشوفو خديت واحد المول هذ المول ذي الزاج من بعد تهو واضفت ليها يعني نفس طريقة سافي البنات تهو غادي نغطيه وغادي ندخله الفران واحد الوريقات ديال الرند تهو ما ضفتهم سافي البنات من بعد تهو غادي ندخلهم الفران وهذا هو الشكل نهائي من بعد ما خرجتهم الفران هاد الحبات هادو ديال الكروفيت يعني غير شحرتهم شوية وصفهم بعد زينت بهم كي يجي رائع على البنات وذكر الروس كي يجي معلك وكي يجي زوين بزاف ما كي يجي لمع الجلة ولو جربوها واردو علي غادي تعجبكم بزاف 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 وكي ما ديما ما تنسونيش بلي لايك لايك لبنات ما غا تخسروا تشي حاجة لايك لايك باش تجعوني وباش نعطيكم كتر وكتر نطلق الفيديو قادم ان شاء الله مع السلامة اشتركوا في القناة